كيفية سحب أرباح اليوتيوب مشكلة تواجه معظم منشئ المحتوى وهي إزاي أن أنا أسحب أرباحي من قناة اليوتيوب خاصة في الفترة الأخيرة معظم منشئ المحتوى بيواجهوا مشكلة في سحب أرباح اليوتيوب في مصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب كونوا خير وسعادة دايما أهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب طبعا لكي تربح من قناتك على اليوتيوب لازم أن انت تحقق شروط الربح من اليوتيوب بتبدأ تعمل حاجة اسمها حساب جوجل ادسنس وبتبدأ ان انت تعمله حاجة اسمها النموذج الضريبي وبتبدأ ان انت تربط حساب جوجل ادسنس ده بعد الموافقة عليه بقناتك على اليوتيوب وبتبدأ ان انت تنزل اعلانات وتربح من قناتك على اليوتيوب بعد كده بتبدأ ان انت تحقق اول 10 دولار في جوجل ادسنس وبتبدأ بعدها ان انت المفترض تدخل حساب بنكي لاستلام الارباح عليه وكان من فترة تقدر ان انت تدخل حساب بالدولار وتسحب عليه أرباح قناتك على اليوتيوب بالدولار الأمريكي ولكن مؤخرا تم توقف استلام الأرباح بالدولار الأمريكي وبالتالي إجباري أن كل واحد فينا منشئ محتوى يدخل حساب بالجنيه المصري بتكلم على مصر والتحديثات وكل الكلام ده كله اتكلمنا عنه قبل كده على القناة لو أنت كده قلبت في قناتنا هتلاقي الكلام ده كله اتكلمنا عنه نهاية دولارات اليوتيوب إجراء إجباري الكلام ده كله لازم انت تكون متابع الكلام ده سواء انت قناتك مفاعلة او لسه قناتك شغال عليها ومفاعلتهاش عشان تفهم الكلام ده كله اجراء اجباري بشكل رسمي وده عن دولارات اليوتيوب هتلاقي اكثر من فيديو عندنا اتكلمنا فيه عن موضوع ان انت واجب عليك او اجباري ان انت تدخل حساب بالجنيه المصري بعملة الجنيه المصري بحيث ان الارباح تتحول عليه من ايه من جوجل ادسنس ظهرت حاجة جديدة وهي ايه وهي ان انت لما تربط حساب بنكي مع جوجل ادسنس الارباح لا تحول من اول مرة كده وخلاص ويه الموضوع تحل لأ لازم ان يجي لك حاجة اسمها مبلغ الاداع التجريبي اللي هو بيكون اقل من جنيه مصري يعني ممكن يكون مثلا نص جنيه ربع جنيه المهم ان يجي لك مبلغ معين ده لتأكيد الحساب فالمفترض ان انت لما الحوالة دي يتصلك اللي هو مبلغ الاداع التجريبي ده بتبدأ ان انت تدخل ادسنس وتبدأ ان انت تأكد على الكلام ده تأكد على ان المبلغ ده قيمته كام وتدخله كده خلاص انت اكدت بتبدأ ان الارباح تتحول على الحساب البنكي ما بيش اي مشكلة عملنا الشرح ده كله موجودة على القناة وتكلمنا كل كلمة انا بتكلم فيها موجودة على القناة وهم الفيديوهات هسيبلك في وصف الفيديو في تعليق المثبت دخلنا حساب اللي هو حساب بنك مصر فانتظرنا ومبلغ الاداع التجريبي ما وصلش للحساب البنكي في مشكلة في استلام المبلغ الاداع التجريبي من جوجل ادسنس وبالتالي ما عرفناش ان احنا نثبت الحساب البنكي داخل حساب جوجل ادسنس قلنا بعد كده حساب البنك الاهلي وفعلا لما احنا عملنا الشرح ان هو وصل وفعلا مبلغ الاداع التجريبي وتم الاثبات ما بيش اي مشكلة وتم استلام الارباح هتلاقوا كده في فيديو عندي اجراء اجباري نهاية دولارات اليوتيوب تم الاثبات تم الاثبات خلاص وبعد كده الارباح وصلتوا تمام تمام كده والموضوع اللي عملته بنفسي وفعلا مبلغ الاداع التجريبي وصل لبنك الاهلي مصري وما بيش اي مشكلة الفيديو ده معمول من ستة أشهر واللي عمل الشرح ده من ستة أشهر مبيش أي مشكلة خالص يعني اللي دخل حسابه من ستة أشهر مبلغ الإداع التجريبي كان بيصل في وقتها على حساب بنك الأهلي مبيش أي مشكلة لما وجدنا مشكلة في بنك مصر فبنك الأهلي اللي انها شغال معنا والمبلغ اللي ده وصل وتم الإثبات وكله تمام حاليا النهاردة بسجلك الفيديو ده بتاريخ ستة وعشرين عشرة الفين خمسة وعشرين الناس بدأوا ان هما يعملوا الكلام ده ويربطوا مع حساب اللي هو البنك الأهلي المصري ولكن للأسف مبلغ الإداع الآن ما عاد يصل ما بيصل حاليا يعني دي مشكلة بتواجه صنع المحتوى في مصر ان مبلغ الإداع التجريبي لا يصل الآن حتى للبنك الأهلي المصري كويس كده ودي مشكلة عامة على فكرة مش عندك لوحدك يعني لو انت بتشهدني دلوقتي وبتبحث كده ان في مشكلة مبلغ الإداع لم يصل انا بقول لك هو دي مشكلة عامة والناس كتير بيتواصلوا معايا ومع معظم قروات الشروحات ستلاقي نفس المشكلة دي عندهم مش عندك انت لوحدك طيب ايه الحل الحل ان انت هتشوف بنك أخر لسه لسه فيه أخت عندها نفس المشكلة وعايزة تربط حساب بنكي فراحت عملت حساب في بنك الإسكندرية وربطته مع أدسانس ولسه منتظر مبلغ الإداع لو وصل لبنك الإسكندرية انا هعرفكم يعني لو لقيت ان المشكلة تحلت وصل ليهم انا لسه بعطلهم رسالة دلوقتي حالا قبل ما سجل الفيديو ده عشان اتأكد هل وصل لكم مبلغ الإداع التجريب قالوا لسه فلو وصل ليهم هبدأ ان انا اوضح لكم على منتدى القناة او ان انا عمل لكم فيديو اوضح فيه ان فعلا بنك الإسكندرية بيقبل الإداع التجريب لو انت عرفت ان فيه اي بنك خلاص بيقبل الإداع التجريب والأمور تمام اكتبينها في التعليقات وابدأ ان انت اعمل حساب في البنك ده فورا وابدأ ان انت ربطه مع أدسانس لان ممكن على فكرة ان انا ادخل اقول لك ان بنك الإسكندرية بيصل الإداع التجريب وتمام وانت بعد شهر ولا شيء تيجي ان انت تعمل الكلام ده تبص تلاقي المبلغ الإداع مش بيصل خلاص توقف الموضوع ده كمان في بنك الإسكندرية الله اعلم يعني اللي انا بشرحه او منشئ المحتوى الخاصين بالشرحات او المختصين بالشرحات اللي هو زي حالتنا كده بيعمله الكلام ده بيكون وقت الفيديو اللي هو بيعمله بيكون مفيش مشكلة مبلغ لدع وصل وبيعمل الشرح بقولك اهوت وبيعمل لك إثبات عملي وهو بيربط حساب البنكي مع ادسانس والإثبات اهوت وتم إيصال المبلغ الإداع التجريبي وتم الإثبات وتم التمام ولكن بعدها انت بقى تقول ايه بعد شهر وبعد شهرين تبصت لك ان انت عندك مشكلة ما بيصلش المبلغ الإداع التجريبي وبالتالي لو انت عرفت اي بنك لو انت عرفت اي بنك يعني بيصل ليه المبلغ الإداع التجريبي حاليا حاليا الوضع بيختلف من شهرين ثلاثة غير دلوقتي فقلنا في التعليقات علشان نستفاد ولكن يعني نتمنى ان يمنك الاسكندرية يصلوا موضوع ايه المبلغ الإداع التجريبي وان شاء الله لوضح لكم طيب ده حاجة بتسبب احباط كتير لمعظم منشئ المحتوى ان انا يعني عندي ارباح في جوجل ادسانس او ان انا عايز اسحب ارباحي ويعني هعمل ايه هسحب الارباح ازاي ما انا مش عارف اعمل اثبات لملكية الحساب بتاعي بمبلغ الإداع التجريبي مش بيصل اصلا طيب ايه الحل او تعمل ايه تمام ان انت هتبدأ تجرب بنك الاسكندرية ما نفعش بنك الاسكندرية هتبدأ تجرب في بنك اخر ما عندكش حلول تانية او تنتظر لغات ما يعني ناس تقول ان انا ربطت النهاردة بنك الاسكندرية تروح بسرعة تعمل في بنك الاسكندرية وتبدأ تعمل زيهم خلاص ده الحل يعني طيب لا تتوقف عن رفع فيديوهات لو عندك فلوس في ادسانس مش بتروح عليك ما فيش ايه مشكلة خالص لان ان انت تتوقف عن رفع فيديوهات ده غلط على القناة بيوقع القناة اكتر ما قرواتنا كلها وقع اساسا ما فيش مشاهدات او كده فانت بتحب حاجة وبتحب صناعة المحتوى وبتحب المحتوى اللي انت بتقدمه فيبدأ ان انت اشتغل ورفع فيديوهات والمشكلة دي مشكلة عامة وان شاء الله هتتحل سواء هتتحل عن طريق البنوك او هتتحل عن طريق اليوتيوب وجوجل ادسانس والمفترض الموضوع ده يصل لليوتيوب وجوجل ادسانس ان في مشكلة في مصر حاليا لاي حد بيدخل حساب بنكي في استلام مبلغ اليداع التجريب في البنوك المصرية لازم الموضوع ده يصل لليوتيوب وقالية الناس تدخل ترسل لليوتيوب يعني الناس اللي هم بيواجهوا هذه المشكلة ادخل يرسل لدعم اليوتيوب ادخل على منتدر مساعدة ابدأ ان انت وصل لهم الرسالة وصل لهم الرسالة ان في مشكلة في مصر حاليا في استلام ارباح اليوتيوب مشكلة عامة والمشكلة بتلاقيها انها في بنك معين تلاقي شغاله وتمام التمام وبيصل الاداعة التجريبي وبعد شوية تبصت لها وقفت تبحث عن بنك اخر تبه دي قصة كل شوية اروح بنك اعمل حساب وادفع فلوس وحدة ادنى في الحساب ومصير في فتح الحساب وبعد كده اضطر بعد كده اروح بنك تاني واقفل ده ولا سيبه مش هينفع صح موضوع ان انا كل شوية عامل حساب بنك ده حاجة مش سهلة يعني فمشكلة عامة وان شاء الله تتحل الام القادمة ولو انت عندك تجربة حالية او جديدة اكتب دينا في التعليقات عشان الناس تستفاد ولو في اي جديد ان شاء الله بنعرفكم بالموضوع ده ولكن استمر في رفع الفيديوهات ودي مشكلة ان شاء الله هتتحل باذن الله تحياتي لكم اتمنى لكم متوفيق والسعادة اهم الفيديوهات التي تفيدك كمونشو محتوى موجودة في وصف الفيديو وفي التعليق المثبت تحت الفيديو لو عندك اي سؤال عندك اي تعليق عندك اي تجربة اكتبهنا في التعليقات مع السلام